موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإن من هديه الشريف ما ترويه لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حاله في العشر الأواخر من شهر رمضان لا شك أن العشر الأواخر من شهر رمضان لها فضائل لا تعد ولا تحصى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحوال خاصة ولكم أيها الأحبة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق تقول أم المؤمنين عائشة كان صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وفي رواية واعتكف في مسجده إذن ونحن أيها الأحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان علينا أن نسير على نهج الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وأن نكون كما كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في بقية الأيام لماذا؟ لعل الله أن يدركه ليلة القدر وليلة القدر هي في العشر الأواخر من شهر رمضان كما كان يتحراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر بتحريها في الأوتار من شهر رمضان الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين فكان صلى الله عليه وسلم شد مئزرة أتعرفون ما معنى شد مئزرة؟ يعني أنا أفسرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشد حيازيمة الشيء إنسان عنده عمل ويتهيأ لعمل كبير فيقول فلان شد حزامه وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيأ لقيام الليل وصيام النهار في العشر الأواخر من شهر رمضان يشد مئزره ويوقظ أهله وهذا ما يجب علينا أيها المسلمون مع أهلنا لأن الله سبحانه وتعالى يسألنا عنهم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لذلك يجب علينا أن نوقظ أهلنا في شهر رمضان وأن نذكرهم والله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والحديث أكرره رحم الله امرئان جلس فاستيقظ فتطهر وصلى من الليل وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة يعني أحيانا الرجل يعين الزوجة على طاعة الله وأحيانا الزوجة تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى وهكذا وتعاون ورحم الله امرأة جلست من الليل فتوضأت وصلت ركعتين وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء هكذا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في العشر الأواخر رمضان والعاقل من يغتنم الفرس قبل فواتها كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اغتنموا الفرس قبل فواتها فإنها تمر مر السحاب ويقول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمسارعة والمسابقة إلى العمل الصالح يأمرنا صلى الله تعالى عليه وسلم أن نتنافس في العشر الأواخر من شهر رمضان لذلك جدير بنا يا إخوان أن نكون في هذه الأيام المباركة أن نعيش فيها مع الله سبحانه وتعالى نكثر فيها الصدقة ونكثر فيها التواصل ونكثر فيها التراحم ونكثر فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واغتنموا خمسا قبل خمس هكذا يقول رسول الله شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل مماتك وفراغك قبل شغلك هكذا يأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه كان حبيبكم محمد في العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله الليل وما أدراك ما الليل الليل مأوى الصالحين الليل يلتقي فيه المحبون مع محبوبهم إذا خلى كل محبوب مع محبوبه خلى الصالحون مع ربهم جل جلاله فإذا ما الظلام جن عليهم واصلوا بالكلال منهم كلالا سهرت للمنام منهم عيون فاستطار المنام عنهم وزالا إنما لذة البكى لمريد أسلم الأهل والديار وحالا باكيا خاضعا حزينا ينادي يا كريما إذا استقيل أقال فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله مع الله سبحانه وتعالى وفي رواية أخرى يعتكف في مسجده فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر كلها في المسجد والاعتكاف أيها الإخوة المؤمنون هو اللبث في المسجد وله فضيلة عظيمة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اعتكف فواق ناقف كأنما اعتق رقبة في سبيل الله أتدرون ما هو الفواق الناقى يعني ما بين الحلبتين هذه اللحظات البسيطة الذي يعتكف فيها الإنسان في المسجد ربنا جل جلاله هذا الفترة القصيرة من اعتكف فواق ناقى فكأنما اعتق رقبة في سبيل إذن فضل الله علينا عظيم وكان فضل الله عليك عظيمة فاغتنم يا أخي المسلم اغتنم هذه الأيام المباركة اغتنمها لتكون فيها مع الله سبحانه وتعالى اغتنمها بالتوبة اغتنمها بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى اغتنمها بالتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى فما أحلاك أيها المسلم أن تكون دائما مع الله سبحانه وتعالى وما أحلاك أيها المسلم أن تختتم شهر رمضان بالطاعة والرحمة والرضوان لعل الله أن يدركك ليلة القدر التي يقول فيها ربنا جل جلاله إن أنزلناه في ليلة القدر نزول القرآن في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أتدرون لماذا ونحن باختصار لماذا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يتكلم أنه كان رجل في بني إسرائيل حمل السلاح ألف شهر وكان رجل في بني إسرائيل عبد الله ألف شهر فالصحابة يعني وقفوا مع أنفسهم قليلا كيف ندرك هذا الفضل أعمارنا بين الستين والسبعين كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أعمار أمتي بين الستين والسبعين كيف نصل إلى ما وصل إليه هؤلاء العابدون وهؤلاء المجاهدون فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أبلغ صحابتك وأبلغ أمتك أنني أعطيتهم ليلة واحدة ليلة مباركة تعادل عبادة ألف شهر وتعادل جهاد ألف شهر وفي هذا كلام طويل فأنزل الله سبحانه وتعالى على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة إذن لا بد أن نكون بالحضور نزور رحمة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فيا أحباب سيدنا محمد أيها المسلمون أيها المستمعون احرصوا احرصوا أن تكونوا في شهر رمضان أن تكونوا مع الله احرصوا في شهر رمضان الإنفاق وقراءة القرآن والتهجد وقيام الليل والاعتكاف في المسجد لعل الله سبحانه وتعالى أن يختمها لنا على كلمة لا إله إلا الله وما ذلك على الله بعزيز ونحن في هذا الشهر المبارك أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأقول يا رب يا أرحم الراحمين يا من تتجلى على عبادك في العشر الأواخر من شهر رمضان وتتجلى في ليلة القدر اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتمها ولا تسلب وقتا نزع إيماننا وتوفنا على ما يرضيك عننا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث غدا إن شاء الله اللهم اجعل صيامنا مقبولا وعملنا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة